بفضل استمرار المسابقة. لا هو ليه جزء. هنقول ليه دور برضو. ليه دور. لكن ما هو ما نسبهوش الفضل. يجي في المركز. اه يجي في المركز الاخير. بعد رغبة الاندية بعد رغب ادارات الدولة. الوزارة تدخل الاعلام القوي. اه. وحتى اللعيبة. وكل الناس اللي هو كانت كل اللي عاوز للمنظومة تستمر. فاخر واحد تجي تتكلم على الانجازات ما تلقلوش اي حاجة على الارض الواقع. على مستوى الانتخابات كله فشل غير عادي. على المستوى الاداري. الاسف الشديد حتى مباراة وديها كابتن ما كانوش عارفين ينظموها كل يوم بتفوق على فضيحة في منتخب بقولك من جاي منتخب السنغال تلقى نواصل غير السنغال. اخر حاجة حتى بوركينة فاسو تلقى صغارة لبوركينة فاسو. المشكلة التانية ان هو كل ده والناس مسلا بتقولك ان عد المنتخب تلقى هما داخلهم صراعات وخلافات. خلاف مسلا للمهندس انا بريده مع الكابتن عسام عبد الفتاح. يمشي يقعد. اه مسلا في المنتخب. اه المنتخب يستمر ولم يستمرش ايه موقعه. وتلقاهم هما اللي بيطال اخبار. اخر حاجة وانا شايفها من وجهة نظر فضيحة. زي ما حضرتك انت نصبت الفضل برضو للاستاذ محمود شو. انا بقول للاستاذ عبدالنبي في صدى البلد هو اول واحد كان اتكلم على موضوع العقد بتاع العقد الرعاية اللي هو الشركة اللي هو قبل كان لست عمرة عفيفي. مم. وزي ما حررتك عارف ان هو العقد ده تقال ان هو العقد ده بتسرق. اختفى. اختفى. اه. البعض دلوقتي حتى بيقول لك والله ده هو انا حد نهرة اتصلت بقاحد اعضام للصدارة. قال لك لا العقد ده اختفى من زمان. احنا لما جاء حصل الاوضة اللي فاها العود دي هي ما تحرقتش. اه. بس رايش بس ممكن واحد دخل. اه. خد العقد. اه. طب اللي خد العقد ده خد العقد ده بس. بس انا سمعت مبارل حاجة حمود الشامي مع دكتور عمر عب حقوق بيأكد له ان احنا عملنا ده في امتداد العقد فلا توجد مشكلة. لحزة بس. اتفضل. هو ما دلوقتي بيتكلموا على امتداد العقد. اه. امتداد العقد الامتداد فيه لم يتم ذكر بند التحكيم فيه. اه. اللي هو على اساس ان هو حصل في اه اللي هو التحكيم اللي حصل هناك لخد تمانية عشرين لتلاتين مليون. اه. في ملحة العقد مش موجود. مش موجود. مش موجود في ملحة العقد. يعني هم اللي بتكلمه ده باتي. اه. اللي هو كذبوا الاتحاد. اه. اه. مش موجود في في الملحة. في ملحة العقد. اه. مش موجود. فانتا مش هتستند الملحة. خلي بالك انا برضك اتوصلت مع الوزارة في الموضوع الحلوة استاذ بهال هو رئيس سيطر قبل الادرية بكرة هم طلبوا من اتحاد الكورة اصداح من الموضوع. لانه الوزارة الرياضة بتقول لك احنا ما طلعناش صورة طبق الاصل. انا مقدرش هتطلع على صورة طبق الاصل. مفيش عقدة عندي هتطلع على صورة طبق الاصل على اي اساس. فيه هتبقى. والعقد ده لما بيتمضي يا فساس حسن. مش بتروح نسخة منه للوزارة. نسخة للاطلاع. صورة للاطلاع. صورة للاطلاع. لأ. خليني بس اولا. انا كنت اعيده مجلس ادارة. تمام. وكنت نائب رئيس مجلس ادارة في ايام ربنا لا يعيدها يا رب ان شاء الله. فاللي عايز اقوله انه لما انت بتعمل عقد زي ده. الطبيعي جدا بتزبط ده في مجلس الادارة. وبتبعت نسخة منه للوزارة. طب خلينا بس. صورة صورة للاطلاع يا كابتين. يعني انا برضو سيد محمود الحلو ناظر. اه فيه ليه صورة بس الصورة انا قالك انا اديني صورة انت موجودة عند الصورة. اه موجودة عند الصورة. طيب. يمكن اختم لك على الصورة طبق الاصل ازاي? وانا ما عرفش انت عقد عقد. امكن انت الصورة اللي بعتها لي دي. مزواء اه كاتب فيها حاجة غير الكاتب موجودة في العقل. انا اعرف منين اللي هو العقد ده. هو النسخة الصورة اللي انت بعتها لي. طيب خلاص? اه. بس بقى كاتب. اولا عشان بس ايه اعافين وقتة بس اللي عايز اقولها بالنسبة لدور التحديد. طيب الحاجة السادس بريغة ابو عاصر بيقوله السادة البلد اول ناس نزل له الخبر. السادس بريغة يعني الحقيقة كاتر الف خيره. هو ادى الاستاذ هاني عبدالنبي والصدى البلد حقهم في هذا الامر. وده حقيقي يعني. نعم. اللي عايز اقوله بس حاجة مهمة. صدى البلد الموقع يا جماعة. نعم. ان بالنسبة للاتحاد الكورة ودوره في الموضوع الدوري. وليه دور مهم جدا على فكرة. طيب كويس. دور البستجي. وما الميلة يبعت الجواب. هو دوره ان هو بيود الجوابات للامن ويجيب الجوابات من الامن. عشان بس محدش يا تفلسف ويقول ان احنا انجازتنا عودة الدوري. لأ. الدوري. اتحاد الكورة. انه اللي عامل صارت سويلا مدير عامل الاتحاد. كرجل امن له اتصالات وعلاقات طيبة جدا. ما انا بقول حضرارك بقول البستجي ان هو بيود الجوابات. انت تجي تكلمني في منظومة منظمة. عشان بس ارجع بس. اقوله عشان مدير التنفيذ ليه علاقات. طب ما احنا بنقول. ارجع بس الموضوع. لو عندك تعليق حضرارك بعل عليه. ادي حاجة. بس عشان بس محدش. ثانيا قصة عشرين تلاتين والمستقبل والكلام ده ما فيش اي حاجة اتعملت في المستقبل. اول حاجة كان المفروض اتحاد الكورة ده على الاقل اللي يتركها ان يعمل اه اللي هي رابطة الاندياة المحترفين. ام. على الاقل بدل ما سيب اللي هي اللجنة. اللجنة والكلام اللي حصل ده. ما بتعملش حاجة. مفروض لو هم كانوا عايزين يعملوا. كان عمل. لكن هم خلال الفترة بتاعتهم بوازوا اللجنة وفككوها. وعملوا المخططات دي كلها وخسروا الاهلي وا 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 عشان خاطر محدش يفكرين الدورة الناس تسيطر عليه. اه كابتن المخطط كان واضح.